السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هناخد شكل الارض وابعدها الارض لما بنمشي على الارض بنحس او بتبدو منبسطة تماما يعني مستوية ما بيظهرش لها اي انحناء في سطحها وده لان العين بترى المساحة الصغيرة جدا من مساحة الارض ولكن سطحها بيبدو منحني وبتشبه الكورة تقريبا في شكلها وده نعمة انعم الله بها علينا لان الارض بنلاحظ ان اشعة الشمس بتسقط على اجزاء وما بتسقطش على اجزاء اخرى وده نعمة لانها لو كانت بتسقط على اشعة الشمس على الارض جميعا في وقت واحد عمودية وده نتيجة لو كانت مسطحة كويس كان هيتلتب عليها ايه اولا كان المناخ هيبقى ثابت نفيش تنوع في المناخ وبالتالي عدم التنوع في النباتات والكائنات الحية وبناء على كده على عدم تنوع النبات وعدم تنوع الكائنات الحية هيبقى برضو عدم تنوع البيئات هتبقى بيئة واحدة كان هينتج ان كانت الدنيا هتبقى نهار فقط لغير ما فيش بقى تعاقب الليل والنهار تعاقب الليل والنهار لان اشعة الشمس بتسقط على الارض والارض كروية وبتسقط على زاوية مختلفة يعني بتختلف زاوية سقوط اشعة الشمس على سطح الارض من مكان لاخر وده اللي بيقدي الى تنوع المناخ وبالتالي تنوع النبات والكائنات الحية والتنوع ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى من هنا عرفنا ان الكرة الارضية كروية كروية الشكل لكن هي هل الارض كروية الشكل تماما؟ طبعا لا لان الكتر الاستوائي اطول من الكتر الكطبي وبيترتب على ذلك ان الارض غير كاملة الاستدارة بل منبعجة قليلا عند دائرة الايه الاستواء وانفلطحة من عند الايه الكطبين اللي هو الكطب الشمالي والكطب الجنوبي يبقى من هنا عرفنا ان ابعدها عن مركزها مش متساوية ولكن نظرا بقى لاتساع كوكب الارض فالعلماء هنا حابوا يقسموه لخطوط وهمية طولية وعرضية على مجسم للكرة الارضية ليه؟ علشان يسهل عليه العالم ان هما يدرسوا الكرة الارضية طب ايه هي اهمية خطوط الطول ودوائر العرض هي لها اهمية كبيرة جدا طيب خطوط الطول هنلاحظ ان خطوط الطول عبارة عن انصاف دوائر بتبتجي من الكطب الشمالي وتنتهي عند الكطب الجنوبي وده بيسمى خط الطول اللي درجته سفر وبتبدأ الخطوط بخط الطول الرئيسي وهو خط جرانيتش ودرجته سفر وده بيقع مية وتمانين خط طول شر خط جرانيتش ومية وتمانين غرب يبقى خطوط الطول تلتمية وستين خط بين كل خط وخط اربع دقايق الخطوط دي اهميتها ايه اولا بتفيد في تحديد المواقع على سطح الارض في الشرق وفي الغرب وبتفيد في تحديد الزمن وفروق التوقيت بين الاماكن على سطح الارض في المدن يعني المدن اللي بتقع على خط طول واحد بتتطفق معاها في توقيتها زي مدينة القاهرة ومدينة الخرطو اللي اتنين بيقع على خط طول تلاتين درجة شرقا اما المدن اللي بتقع بقى على خطوط الطول مختلفة فانها بتختلف في توقيتها زي مدينة القاهرة ومدينة تونس وده بيرجع لان الارض بتدور حول نفسها من الغرب للشرق لذلك الاماكن اللي وقع في شرق خط الطول الاساسي بتشرك عليها الشمس قبل الاماكن اللي بتقع في الغرب وبيبلغ الفرق بين كل خط طول واخر قلنا اربع دقايق بيضاف هذا الفرق في التوقيت لما بنتجه شرقا ويتطرح لما نتجه غربا يعني لو في مدينة مثلا يعني بعد مدينة جرينيتش على فكرة مدينة جرينيتش دي مدينة في لندن من اهم من اهمية خطوط الطول هي تحديد الزمن طيب خطوط خلاص كده عرفنا خطوط الطول نيجي لدوائر العرض دوائر العرض برضو دوائر وهمية بتحيط بالكرة الارضية بنلاحظ ان الدوائر دي غير متساوية في الحجم يعني بين كل دائرة ودائرة مش مدة سبتة او درجة سبتة زي خطوط الطول فاكبرها دائرة الاستواء اللي دراجتها سفر وبتأخذ بقية الدوائر في الصغر كلما بعدنا عن ايه دائرة الاستواء شمالا او جنوبا حتى تصبح نقطة في كل من الكطب الشمالي او الكطب الجنوبي وبتقسم الدوائر دي الى 90 درجة شمال خط الاستواء وتسعين درجة جنوب خط الاستواء يبقى دائرة الاستواء هي دوائر العرض الرئيسية وهي الدائرة سفر وبتقسم الكرة الارضية الى قسمين متساويين احدهم في الشمال والاخر في الجنوب في دوائر عرض لها اهمية خاصة زي مدار السرطان ومدار الجد والدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية الدائرة مدار السرطان بيقى عند دائرة عرض 23.5 درجة شمال دائرة الاستواء مدار الجد نفس برضو بيقع عند دائرة عرض 23.5 ولكن جنوب دائرة الاستواء الدائرة القطبية الشمالية بيقع عند دائرة عرض 66.5 درجة شمال دائرة الاستواء الدائرة القطبية الجنوبية بيقع عند دائرة 66 برضو نص جنوب دائرة الاستواء نقطة القطب الشمالي دي بتقع في اقصى شمال الكرة الارضية ودرجتها 90 درجة شمال دائرة الاستواء ونقطة القطب الجنوبي في اقصى جنوب الكرة الارضية ودرجتها 90 درجة جنوب دائرة الاستواء طب اهمية الدوائر العرض احنا عرفنا اهمية خطوط الطول طيب أهمية دوائر العرض أولا بتفيد في تقسيم الأرض إلى مناطق حرارية كمان بتفيد في التعرف على أحوال المناخ من حيث دركة الحرارة الرياح الأمطار وكمان بتشترك مع خطوط الطول في تحديد مواقع المدن والبلدان كمان تحديد موضع الإنسان على سطح الأرض شمالا وجنوبا كده لو أخذنا درس القرى الأرضية أشكالها وأبعدها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته